اشتركوا في القناة وان الفاري اللي تسلق ده عليا وعليك وارد جدا ما يكونوا سموا تصريح الكابتين احمد الشناو او غير مقتنعين به في فكرة ان الخبط كله في اتجاه واحد او ان الاخطاء كلها في اتجاه واحد وارد يطلع ناس زي ما بيطلع ناس ويبدأوا يلعاوا بالاحصائيات ويقولك يا عم مظلوم ايه انت مش اكتر فريق حصلت على رقلات جزاء انت مش اكتر فريق مش عارف ايه انت مش اكتر فريق مش عارف ايه وطبعا ده اجذوبة ليه اجذوبة؟ لان وارد جدا اكون انا اكتر فريق حصلت على رقلات جزاء بس كنت استحق ست سبع رقلات جزاء في مباريات حاسمة كانت تمنحني نقاط المباراة وما تحسبتش وارد وارد جدا فريق اخر تحسب عليه عدد كبير من رقلات الجزاء ولكن في مباريات اخرى كان في رقلات جزاء بقراء خبراء التحكيم المفترات تحصل تحتسب عليه وما تحسبتش وتغيرت نتيجة المباريات ففكرة ان انت تيجي تاخد بالعدد دي انا اسف جدا فكرة عشوائية غير منطقية مش هنشتريها لكن نشتري ايه؟ نشتري قراءة خبراء التحكيم ونشوف القصة راحت فين هل بالفعل تقنية الفيديو اللي فعل مشاكل دي كلها اللي تكلم عنها مسؤولين وخبراء التحكيم كانت على الجميع ولا كانت زي ما قالت كابتين احمد الشناوي الخبط كله في اتجاه واحد والاخطاء كلها في اتجاه واحد ده اللي احنا نتكلم فيه طيب الناس بتقول ان انت اكتر فريق خذت رقلات جزاء في الموسم ده طب هالا رقلات الجزاء دي فيها رقلات جزاء مشخوك في صحيتها فيها رقلات جزاء اتحسبت من اجل مساعدتي ده اللي نسألوه ده اللي نفهموه وبالتالي احنا مش هنقول رأيانة كالعهدة احنا نطلع لقراء خبراء التحكيم نشوف رقلات الجزاء النادل ايهلي اللي اتحسبت الموسم ده اكتر فريق حصل على رقلات جزائية المسلم فيهم ركل الجزاء غير صحيح نطلع ونشوف أراء خبراء التحكيم إيدة هل باين قدامنا ودى الإيدة خلاص مسك واحدة من الأخطاء اللي بيعقب عليها القانون بركل حرم بشرة داخل مطيقة الجزاء ركل الجزاء في ركل الجزاء في عقب اللعب نادي الزمالك على لعب النادي الأهلي بالقدم اليسرى ثم في سندة بإيده اليسرى كان قرق سليم ممتاز من محمد عدد اللعبة التانية برده ركلت جزائل صالح النادي الأهلي في شئ من الإهمال طبعا من لعب نادي الزمالك عندنا أول حالة ركلت جزائل صالح نادي اسموحة يعني صعب إن محمود يشوفها حكم الفوريس تدعاء ركلت جزاء سليمة فعلا لإيدة اليسرى لمحمود لعب نادي اسموحة خارج برا الجسم يبرت جزاء سليمة وأول قرار للبنة سليم في المباراة طبعا لدينا إيد اللاعب خلوا بالكم حركة إيد اللاعب حركة إيد اللاعب إذاً الإيد تحركت للكرة فبالتالي لمسة اليد موجودة والقرار قرار صحيح باحتساب راكت الجزائر لو كان الجاد في إيده وهو مباشرة تسدد في المرمى حتى لو إيده في الوضع الذي لا يعاقب عليه القانون لابد من معاقبته بلمسة اليد هنا بالشكل ده أنا كنت أتمنى الفرطة لما هو شايف أنه ما هياش مخلف عليه يعني مش في الوضع الغير طبيع عشان يعاقب ما كانش جبهاله وخلق الجدل هنا طبعاً المخلفة واضحة فطبعاً هنا قرار راكت الجزاء تبقى للقانون قرار صحيح في لعب بإهمال من مدافع نادي أسترن كامباني برجلو الشمال راكل الجزاء سليمة في عاقة من مدافع نادي غزل المحلة مستخدم هنا عاوزين نركز في حاكتين عاوزين نستخدم في القدم باليسرى والإيد من فوق طبعاً لعب بإهمال من لعيب نادي المحلة ورقل الجزاء سليمة طبعاً هنا دي راكل الجزاء واضحة وصحيحة ما فياش خلاف لأنه داخل في ظهره وبيجري واللعب التاني حتى لو وقف لعب النادي اللي هو خبطه يعتبر برضو فاول إن إهمال منه زال في الحكاية العربيات لما ده وانت ماشي سيب مسافة قدامه عشان ما تقبله أو ضرب فرابر الحاجات دي كلها إنه بوجود راكل الجزاء ما يجي نبص برضو أتلاقي إيدي خارج خارج من صنج كور من الكور الصعبة بس في النهاية هي راكل الجزاء الأشد هنا مين بقى اللي هوصل للأشد؟ مين اللي جاء المخالفة بتاع الطاقة الأشد؟ الحسام ولا المدافع؟ المدافع المدافع نجاب حساب الزبط كده وإستمر فبالتالي خلاص هنا عشان كده الفار أكدوا راكل الجزاء فيه لعبة بإهمال من لعيب نادي المصري بقدمه اليسرى اصطدم طبعاً بطريقة ما فاش تعمد وحنا عارفين إن التعمد خلاص اتلغى من قنون كرة القدم لعبة بإهمالي بقرار سليم للبنة بعد ما طرق مجد الندى برقلة جزاء آدي الفريق اللي حاصل على أكثر راكلات جزاء في الموسم كل خبراء التحكيم مختلفين أجمعوا إن راكلات الجزاء دي صحيحة ومستحقة لنادل أهل ومن هنا الرسالة لأي لعب سابق أهلاوي ممكن يقعد أمام حد ممكن يقرض هذه الإحصائيات يقولوا استنى بس كده عشان إحنا ما بنشتريش الكلام اللي بيتحط على أساس إننا نطلع إن النادل أهل ما تظلمش تحكمياً إذن حضرتك راكل الجزاء من الاثناشر أو التلاتاشر أو آن كان عد راكلات جزاء اللي تحسبت للنادل أهلي فيهم راكلة مشكوك في صحتها عشان نقدر نتكلم مع بعض غير كده إحصائياتك دي تبلها وتشرب ميتها ده رقم واحد رقم اتنين النادل أهلي هو أقل فريق تم احتساب عليه راكل الجزاء ويا للعجب تكون راكلة الجزاء دي بتحتسب في مباراة القمة في مباراة اشتهرت بمباراة الاحتواء ده تصريحات حكم المباراة تصريحات رئيس لجل حكام ويا للعجب يطلع حكم مباراة يقول أنا احتسبتها بناء على عرقلة من علي معلول اللي رجله ضربت حمدي فتحي ويطلع رئيس لجل حكام يقول لك لا ده هي محسوبة على شد ويتوه وتفرق دمها بين القبائل ويطلع أراء خبراء التحكيم يقول لك أصلا ما فيش راكل الجزاء على النادل أهلي فحتى النادل أهلي اللي هو أقل فريق تم احتسب عليه راكلة الجزاء راكلة الجزاء اللي احتسبت عليه كانت فبراءة قمة وما كانتش راكلة الجزاء وبالتالي شغل الإحصايات ده ممكن يدخل على أطفال لكن الناس بتتكلم في الكرة وفي مجال الكرة لا تعالي أقول لي مدلول الإحصاية دي ايه وتعالي أقول لي أراء خبراء التحكيم قالوا ايه أعتقد وضحنا أراء خبراء التحكيم في راكلات الجزاء اللي اتحسبت لصلاح النادل أهلي وعندنا أهداف تم إلغاءها للنادل أهلي ولكن أيضا عندنا راكلات الجزاء كان ممكن أنها تحتسب للنادل أهلي يا فارس بص يا سيمة الفكرة بمنطق أنا ألفت إحصاي عارف فكرة أنا ألفت موقف أنا ألفت إحصاي إحصايية آه تبدو ليك أن هي حقيقية ولكن في حقيقة الأمر لما نيجي نقف عند معطيات الإحصائية هتعرف أن في من هجي يا مانهج أنك تجيب رقم بدون مدلول يا مانهج أن أنت تشتغل زي خط أحمر أن أنت تيجي ترد بالدليل وبالصوت وبالفيديو وبالموقف وده اللي احنا بنعمله دايما وده هو عهدنا هنا سواء ردينا في إزاي للجميع شافوا نحن قلنا إزاي الفار لم يكن عادلا ولا تستطيع أن تأخذه من قياس إذا كان حقق العدالة ولا لأ بل إحنا اللي نقدر ناخده من قياس بسهولة إن النادي الأهلي ظلم في وجود الفار وده سبب يخليك تسأل نفسك مئة مرة إحنا اللي جينا قلنا إن في وجود الفار النادي الأهلي تعرض لأشياء بالمخالفة للقانون والمنطق إحنا اللي جينا هنا قلنا رقلات الجزاء اللي البعض شايفة مؤشر ما انتخذت رقلات جزاء كتير في وجود الفار أه بس كان ليه أكثر أه بس كان ليه أحسان حسن بيتقلع التشيرت وما تحسب ليش رقلات جزاء أه كان ليه ضربات جزاء كتير ما تحسبتش أه كان بالنسبالي بشكل كبير جدا كان فيه طرد يفرق معايا في المنافسة على الدوري وما تحسب ليش دي كانت الرسالة بتاعتنا ودي كانت فكرتنا ولكن بس عايز أوصل حاجة كده في اختام الحلقة يمكن عضو جماعي عمي النادي الأهلي قابلني إنه هو أكلم أحد أبناء النادي الأهلي وقاله دلوقتي ما يتعرض ليه النادي الأهلي على شاشتك فكان الرد لا والله القصة ما تتعلقش بالنادي الأهلي عايز أقولك إن لا والله القصة تتعلق بالنادي الأهلي وتتعلق بتاريخك وتتعلق إن البعض بيقول إن بطولاتك بالمحسوبية والمجاملات وأي معلق حتى بيخرج يشيد بالنادي الأهلي ده بيبقى مشكلة فإذا الأمور تتعلق بالنادي الأهلي تتعلق بتاريخك وتتعلق بكابتن صالح سليم وتتعلق بكابتن حسن حمدي تتعلق بكابتن محمود القطيب اللي حققه جائزة نادي القرن اللي انت كنت لاعب بتساهم في خمس بطولات منهم في ست سنين من 82 ل87 والله العظيم تتعلق بالمساس بتاريخك انت لو للحظة شغلت دماغك أتمنى أن تكونوا استمتعتوا معنا وحيظل دائما الأهلي خط أحمر بمبادئه وبتالي